بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا عايزين نعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أنواره ونعيش حياته وإن كنا مش عايشين عصره وده ممكن طبعا ممكن لما تعيش في أنوار وجمال هدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وإزاي هو بيعلمك إزاي تبقى إنسان من أرقى البشر ولذلك لما وصفنا الله سبحانه وتعالى بأننا أمة وسطة وكذلك جعلناكم أمة وسطة ما كانش الوسط إن هي الوسط ما بين طرفين ده ممكن يكون أحد المعاني لكن الوسط يعني من أعلى الأمم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جه وعلمنا إنه وجاء بمكارم الأخلاق ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق قمة الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم وورس هذا الخلق لأمته ولذلك هتجد إن كل موطن وكل مساحة ممكن يكون فيها خلق حسن حضرة النبي دلنا عليه ومن أمعا ومن أكتر حاجة بتدلنا على إن خلق حضرة النبي يشمل كل جوانب حياتنا ويشمل كل المجالات إن تجد حضرة النبي في كل مجال حطينا نموذج ممكن يتسع في مجال حسن الخلق زي إيه؟ تلاقي حضرة النبي علمنا إزاي نحسن للجماد وإزاي نحسن للنبات وإزاي كمان نحسن للسمك مثلا في البحر لكن كمان من أروع ما رأيته من سنة رسول الله سلم إزاي نحسن للحيوانات اللي موجودة حوالينا وخاصة الحيوانات الأليفة حديث عجيب من حديث رسول الله سلم عجيب لماذا؟ لما فيه من مخزون الجمال في ناس كتيرة لما تيجي نتكلم معها تحس إن إحنا عندنا موقف سلبي من بعض الحيوانات والكلام ده ما الصحيح أو موقف سلبي من الحيوانات بإن إحنا بنتعامل معهم على إنهم أشياء ممكن نتلاعب بها أبدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمناش ده علمنا الرقي الخلقي مع الحيوانات نسمع بقى جميل سنة رسول الله وجميل هدي رسول الله وبياخد بأيدينا عشان نرتقي درجة في سلم المكارم الأخلاقية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أعجب أحاديث رسول الله ومن أجملها يرويه الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر قال صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبد رطبة أجر الحديث بتاع النهاردة ده حديث كما ترون عجيب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فيه مكارم الأخلاق مع الحيوانات بس تخلينا بس نقول حاجة مهمة جدا إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو بيعلمنا مكارم الأخلاق بيعلمنا إن أعلى مكارم الأخلاق هو ما يكون مع الإنسان لكن فيه سلم عشان تستطيع أن تكون من أصحاب مكارم الأخلاق مع الإنسان لازم كمان تكون من أصحاب مكارم الأخلاق مع الحيوان فحديث النهاردة قصة كلنا عارفنا تقريبا وسمعنا عنها راجل بيمشي في الطريق وفي رواية على فكرة أحد روايات هذا الحديث إن هو وبعضهم بيجعل رواية من هذا الحديث وبعضهم بيجعله حديث آخر والصحيح إن هو حديث آخر إن هو إيه بقى إن امرأة بغي من بني إسرائيل سقط الكلبة فشكر الله لها وهي امرأة بغية يبقى أول جزء من هذا الحديث وأول جزاء في هذا الحديث هو شكر الله لمن سق الكلب سواء بقى كان رجل أو كان امرأة بغية والاتنين مستويين دولا مهمين رجل يعني عنده اهتمامات ومشفاضي ومع ذلك يسقي الكلب ويهتم به ولا المرأة البغية اللي هي في الحقيقة كتير من الناس ممكن يتصوروا إن هي بغير منظومة قيمية فيبقى الأمر في غاية الرقيق إن المرأة مع كونة بتشتغل الشغلان الردية دي لما سقط الكلب شكر الله له يعني ايه يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله يبقى أي حد يعمل عمل صالح الله سيشكره له وعشان كده ربنا اسم الشكور يعني لو حاجة بسيطة عملتها وانت بتقصد بيها وجهه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هيشكرها ليك ويتقبلها منك ومعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من السواب يعني ايه يعني الله سبحانه وتعالى لازم نفهم أن الله هو الله فلما نفهم اسمه الشكور لازم نفهم اسمه الشكور مع اسمه الكريم فالله سبحانه وتعالى شكر له بكرم بكرم يعني ايه شكر له سبحانه وتعالى وحتى فعول صيغة المبالغة تدل على ان الله سبحانه وتعالى ايه عظم شكره ويمكن ده احد معاني قول الله تعالى ان ربنا لغفور شكور وده احد تجليات قوله تعالى ايضا ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم يعني ايه معكون انت برضو بتعملوا اخطاء لكن الله يشكر لكم وان كنتم عشان كده شكور يشكر لكم ويحلم عليكم سبحانه وتعالى مش ايه مش ان كنتم تسيقوا الادب مع ان هو مش يشكر لكم لا شكر لكم وعشان كده المرأة البغي شكر لها الله سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة اوي ان الله سبحانه وتعالى شكر للعبد هذا الامر الله سبحانه وتعالى شكر للعبد اول الامر فكان اول الجزاء والشكر ثم جاء الجزاء الثاني اللي هو ايه المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى وشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى لنا ايه ان عمل الخير اللي يبدو انه بسيط جدا لدرجة ان بعض الناس ممكن اصلا يشوفوا ان العمل ده ما يستعلش التعب ولا الوقت اللي اضيعه فيه يعني ممكن حد يمر على كلب كده بيلهس ما يحسش ان ده ممكن يفتح باب بينه وبين ربنا ولا يوسع عليه ولا يشرح صدره ولا ان الله الملك العظيم الجليل يشكر على هذا العمل ولا ان ده يكون سبب من اسباب المغفرة مغفرة الزنوب ودخول الجنة وده اللي خلى الصحابة استغربوا قالوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو معقول وكأن هذا الكلام اللي قاله الصحابة هو معقول يكون الاحسان للحيوانات فيه اجر اكيد يعني ده ماشي الاحسان للبنى ادمين وكأنه هو فاهم ان الاحسان للبنى ادم او الاحسان للحيوان المقصود بي ان يتحصل من اللي انت بتحسن له ده حسن معاملة او رد فعل ايجابي لكن لا انت لما هو لما هو سقى الكلب سقى الكلب لانه مخلوق من مخلوقات الله فكان في عقله وفهمه ان الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل ان تقع في تقع في يمين الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير وان الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل ان تصل الى فم الكلب الذي كان عطشان فايه اللي حاصل فتعلم ده اتعلم ان المسألة مسألة ان العبد ده وان المخلوق ده مخلوق لله فلما انت بتحسن العمل بتحسن العمل لان انت بتقدمه لله فحضرة النبي علمنا القعدة العامة ان في كل كبد الرطبة اجر ليه لان من الذي جعل هذه الكتب الكبد الرطبة يعني في اي انسان حي في سواب ليه طيب عشان ده يعودنا احترام الحياة مش بس انك انت تطعم وتسخ الكلب بس ده كمان ان انت تقيه من البرد وتحميه من الحر وهو دوة احد معاني الحديث هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزنا نعظم الحياة في اي مخلوق نعظم الحياة في الحيوان وكما اننا نعظم الحياة في الانسان فلازم ندفع عن الحيوان ده اي شيء بيهدد حياته ويبقى ده هيدخل فيها الوقاية والرعاية والعناية يدخل فيها وقاية الكلب من البرد ومن الامراض يدخل فيها ويدخل فيها كمان الرعاية انك ترعاه ويدخل فيها الحماية ان انت تتمرده كمان كل ده داخل وعشان كده لو في الصيف مثلا بلاش تشربه من مياه سخنة مثلا وانما دور على مياه من الظل عشان تشربه بحيث يكون بارد عليه شوية بدل ما تلهب جوفه ولو في المطر ما تتركش البهايم ولا تترك الحيوانات في البرد الشديد وزاك من الاحسان ان انت لو عارف تغطي طهرهم وتغطيهم هيبقى ده من الاحسان ليهم ويدخلك كمان في هذا الحديث فالقضية مش انك انت تشرب بس الحيوان لكن القضية ان انت ترحم الحيوان تحافظ على الحيوان تحافظ على حياته وممكن كلنا عارفين القصة ان لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا من حيطان الانصار فاذا جمل في جمل قد اتاه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وزرفت عيناه الجمل اول ما شاف حضرت النبي بكى يا الله بكى لما شاف حضرت النبي الجمل اول ما شاف حضرت النبي حنى اليه يعني جيه كده وتمسح فيه واقترب منه وإيه اللي حاصل وزرفت عيناه فرسول الله مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم له مسح على ظهره وأذنيه نحن عمل ايه مسح على ظهره ومسح له أذنيه عشان يحسسه ايه بحنيته صلى الله عليه وسلم فسكن يعني دموعه وقفت وخلاص وهدأ بعد ما كان ممكن تجد فيه ارتعاش ولا فيه أنين فقال من صاحب هذا الجمل حضرت النبي قال له من صاحب الجمل ده فجاء فتن من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم هو لي رسول الله الولد من الأنصار رح قال له ده الجمل بتاعي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شك إلي أنك تجيعه إيه لحصل ده شك إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجيع وإيه وتؤنبه يبقى إيه لحصل شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أنه يجيع وإيه ويقدبوا يعني ايه بيعذبوا وبيتعبوا وبيشيلوا مياطيق فبعض الناس عنده قسوا على الحيوانات وبنشوفها كتير جدا 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 يشوف ايه تشوفوا بيحمل الحيوان فوق مياطيق او يخليه يعمل حاجات هو مش بخلوق علشانها فتبقى القلوب قسي اوالعزو بالله وخاليها من الرحمة فخلي بالنا من ان الحديث رسول الله سلم من لا يرحم لا يرحم وارحموا من في الارض وارحمكم من في السماء يشمل الحيوانات وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان للحيوان حتى في الذبح اللي بيشوفه البعض قسوة فيقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحصنوا القتلة واذا ذبحتم فاحصنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح زبيحته يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وكأن فيه اداب حتى في التعامل مع الحيوانات عشان فيها الروح اللي ربنا خلق الحيوانات فيها وده انا عايز اقول ان بعض الناس بدل ما يتفاجئوا ويكون عندهم صدمة لازم نعرف حاجة مهمة جدا ان اللي ما يرحمش الحيوانات ممكن يقع تحت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اللعن ده حاجة كبيرة اوي واقوبة يكفي ان احنا نعرف ان ربنا جعل اللعن دوت احد احد الاشياء التي يجاز بها ابليس فلما النبي صلى الله عليه وسلم يلي عن حد ما يبقاش دي حياة سهلة ده لازم تبقى جريمة وكبيرة جدا وعشان كده والدليل على ده حديث سيدنا عبدالله ابن عمر رضي الله عنه لما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه حطوا طير كده وبايه وبينشنوا عليه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم يعني ايه اللي حاصل بكل بعضين بيعملوا ايه بيلعبوا بالطير فلما رأى ابن عمر فلما هما شافوا سيدنا عبدالله ابن عمر لما رأوا سيدنا عبدالله ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ومش لازم غرضا ان هو بس يغرض في الصيد لأ غرضا لللعب برضو ان انت تلعب بحيوان تلعب بقطة وتخنقها وتدلدلها كده وتتلاعب بها او تعلقها من رجليها او تعمل كده في كلب او تعمل كده في حمار او تعمل في اي حيوان وفي الحديث الاخر حديث سيدنا جابر حضرت النبي رضي الله عنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم اتكوى يعني كانوا لما بيسعد لما بيعلموه يكوو قد كوية قد وسم فين في وجهه يعني عملوا له علامة والله حق في قمة القصر فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسماه اللي عمل فيه العلامة دي والحديث معناه ان اللي الحمار ان الراجل صاحب الحمار اللي عمل فيه كده الله سبحانه تعالى جعله ملعونا يبقى حديث الكلب دي اللي يبين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا شكر للراجل اللي سقى الكلب وغفر له احنا صحيح حفظينه وكمان مع مع حديث المرأة اللي حبست الهرة ولا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض احنا حفظينه دي كان جزاءها النار وده جزاءه المرأة من بني اسرائيل التي حبست الهرة كان جزاءها النار والراجل ده اللي سقى الكلب كان جزاءه ان ربنا شكر الله وغفر له فاحنا عندنا ان الرحمة بالحيوانات من اوسع ابواب الرحمة والحصول على المغفرة وعشان كده الانسان لازم يكون صادق هو عايز يبقى رحيم ولا لا وده 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 يبين حاجة مهمة جدا ان القيم مطلقة هتعملها مع كل حد مع كل مخلوق فهترحم الحيوان وترحم الانسان وعشان كده انت لازم تعرف الكلام ده ايه العائد اللي يعود علينا اول حاجة اول اجراء لازم نعمله احنا لازم نعود اولادنا على حاجة مهمة جدا وفي السياق ده لازم نقول حاجة مهمة جدا خلي بالك وان اختلف الفقهاء في طهارة الكلب وعدم طهارته لكن امه اجمعه على الاحسان للحيوانات بما فيهم الكلب وانت لازم تعرف ده لازم تعود اولادك زمان كان كثير من العلم عارفين بيعملوا ايه حتى وان كانوا شفعية كانوا يعملوا ايه لما هتمشوا كده في وراء الازهر كده او تمشوا في بعض المقابر مجورين او حاجة زي كده هتجدوا كده حاجات كده بازلتية او حاجات من الجيرانيت كده مجوفة ومحطوطة جنب الحيطان عارفين ده كانت ايه ده كانت مسائل الكلاب والحيوانات الاليفة يعني ايه يعني كانت المساق دي المجتمع كان عاملها عشان الكلاب دي تجد من يسقيها وكانت دي من ابدع التطبيقات لهذا الحديث تخيل دي من اجمل التطبيقات لهذا الحديث اللي انا عايز اقوله بقى ان الفقهاء مع كونهم كانوا حتى بيقولوا ده كانوا بيتعبدوا الله سبحانه تعالى ويتقربوا الى الله بتنظيف مساق الكلاب عشان الكلب لما ييجي يشرب يشرب ايه يشرب مية نظيفة ويبقى حاسس ان هو في حد بيحترم وبيحب فالكلب انا اظن الكلاب لما تلاقي ديت مش هتبقى فيه كلاب سعران لان محدش تعامل معها بشراس الناس تعاملت بها برحمة نفس الكلام ده يعني نفس المنطقة هتلاقي تكيت ابو الدهب هتلاقي فوقيها كده حاجة كده زي 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 الابة دي مش اوبة دي شون كانوا بيحطوا فيها الامح فالناس فهمت الحديث ده فهموا موسعة فطبقوا على ان ده يبقى شيء عام فعملوا في الشوارع فبقى فيه حاجة اسمها مساق الكلاب ومش بس كده ده كمان اطعام الطائرة في السماء مش بس كده عارفين مسجد الامام الشفعي هتلاقي فوق الابة بتاعت الامام الشفعي فيه مركبة وقالوا المركبة دي رمز ان الامام الشفعي كان سفينة في بحار العلم جميل مش ده كمان بس اللي هممنا لكن السفينة دي او المركبة دي كان بيتملي بالامح عشان يأكل الطير في السماء الناس لما فهمت ده عملت تطبيقات رائعة بالعكس كان فيه اوقاف موقوفة على ده ايه اللي جرى للناس احنا محتاجين رب اولادنا على ده اول حاجة انا بقول للناس انت عايز رب اولادك خد اولادك رحلة للمنطقة دي وشاور لهم على الحياة اللي انا قلتلك عليها دي وقل لهم دي كانت مساق الكلاب اجددكم طبقوا حديث رسول الله سلم في كل كبد رطبة اجر وعملوا هذه السنة المباركة وعاشوا بيأمنوا الحيوانات وساعتها مش محتاجين ان انتم تمنعوا اولادكم عن اللعب عن انهم يتلعبوا بالحيوانات الامر التاني لازم نقول يحرم تسميم الكلاب غير المسعورة وغير مؤذية لازم الناس تمتنع عن هذه الطريقة السخيفة طيب احنا عندنا الكلاب بيزونا وبيعملوا ومعرفش ايه في جمعيات للرفخ بالحيوانات وفي جمعيات بتجمع وتحافظ عليها وتراعيها نتصل بهم ويجوا ياخدوا الكلاب لكن ما حدش يروح يسم كلب ولا يسم قط عشان هو حضرتهم متدايق من الصوت بس مش من حق فلزلك ان لي حاصل مسألة بسيطة لازم نراعي ده لان عدم مراعاتنا لده هيبقى بالزبط كده ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك حضرت النبي عايز يعلمنا الرحمة حضرت النبي عايز يعلمنا البركة حضرت النبي عايز يعلمنا ازاي النور يبقى في كل حاجة كل ما يبقى فيه مخلوق من المخلوقات موجود كل ما يتحرك ويبقى موجود حوالينا كده نحس ان احنا عندنا رحمة وعندنا لسه قلب خلوا أولادكم يشوفوا ممساق الكلاب وامتنعوا عن أزى الحيوانات طبعا الكلاب والأطط وامتنعوا عن أزى الحيوانات الحياة للبعد كده كمان تصدقوا واجعلوا صدقاتكم كمان تصل إلى ده ما فيش مانع نعم إحنا الإنسان أولى من الحيوان دلوقتي أولى من البهائم في مسألة الرعاية لكن ما فيش مانع كمان أن تبقى بعض الصدقات دي تنفق لرعاية الحيوانات دي وربنا سبحانه وتعالى يكتبنا في أهل الرحمة وأهل الفضل وأهل الشكر وأهل كمان المغفرة اغفر لنا يا كريم واجعلنا من أهل الرحمة في كل وقت وحيين يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر